اشتركوا في القناة طبعا هذا الخيط انا اللي اخترته بيكون ملون حلو وجميل حنشوف طريقة السكارف الرائع اللي شفناه فيه بداية الفيديو طبعا احنا حنستخدم حنشوف كيف طريقة العمل وفي النهاية حنعرف عدد البكرات اللي احنا استخدمناها طبعا عليزا بوفي اللي تبغى رقم الخيط 6070 هذا رقم الخيط هو عبارة عن 100 جرام وتسعة متر في نهاية الفيديو حنعرف كم استهلكنا طبعا من حلاوة هذا الخيط انه اي واحدة مبتدئة تقدر تبدأ بهذه الطريقة اللي هي بدون ابرة طبعا انا هذه عبارة الخيط هو عبارة عن حلقات او عراوي تمام هي هذه اللي حنشتغل بيها بدون لا ابرة ولا شيء حقص اول شيء لاحظي هنا القص هنا ما بين هذه العراوي اجي اقص هذه بس واحدة اخليها بحيث ان انا ابدأ بسم الله طبعا هنبدأ بعدد زوجي انت اختاري العرض اللي انت تحبيه بس اختاري عدد زوجي مثلا انا هختار واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش تناعش تلاتة عشرة اربعة عشرة تمام هنا الاربعة عشرة اللي احنا هنشتغل فيها حاولي تعدلي الخيط كل شوية دحينا اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناعش اربعطاش تمام حنبدأ الان كيف طريقة العمل هي رايحة جاية هاد الاسكارف احنا عرض الاسكارف هاي الطريقة تبغي اقل تبغي اكتر على حسب ما انت تبغي تبغي شال مستطيل اعمل شال مستطيل تبغي بطانية كمان بنفس الطريقة بس انك تنتبهي للغرزة طيب الان ايش اسوي انا دحينا هذا الجزء الثاني هاي دحينا السطرة الاول اجي ااخد اول حلقة ادخلها داخل الحلقة هذي اللي هي اللي اربعطاش ادخلها هين البداية تمام هذي اول واحدة بهاي الطريقة التاني واحدة شوفي احاول اني اخلي الخيوط امام بعض التاني كيف حسوي هاي دحينا اول واحدة خلص خلصناها التاني هذول اتنين صح هاي واحد اتنين انا اجي احط التاني على الاول تمام ادخل حلقة في الاول هذي تمام الحلقة اللي بعدها ادخلها في اللي بعدها التاني اللي انا قلبتهم خليتهم على حرف اكس تمام اهي بهاي الطريقة الآن ااجي اشوف هذول اتنين صح ااجي التانية على الاولى بهاي الطريقة تمام واجي هذي الحلقات اهي هذي الحلقات لازم انتبه الحلقة هذي ادخل هذي الاولى وهي التانية طبعا بعد ما اقلبهم على حرف حرف اكس تمام اهي الآن لاحظي التانية على الاولى تحينا هذي التانية صح ادخل هذي الحلقة فيها وبعدها الحلقة هذي ادخلها فيها ارجع انه يكون واضح بهاي الطريقة اهم شوفي تمام الآن هذي هذول التنتين التانية على الاولى على حرف اكس لحينا ادخل الحلقة هذي هنا بعد ما انا اقلبها على حرف اكس قلت وبعدها الحلقة اللي بعدها ارتبها بحيث انه يكون كله مرتب هاي اهي طبعا ما حتبان الغرزة الان حتبان بعدين هاي لحينا الحلقتين التانية على الاولى ادخل هذي الحلقة هنا وادخل الحلقة اللي بعدها هنا تمام واشرم هاي التانية على الاولى ادخل هذي الحلقة هنا وهذي الحلقة هنا سهل هو بس يبغى تركيز الان بقيت عندي الحلقة الاخيرة هذي ادخل عادي فيها بس يعني الحلقة الاولى والحلقة التانية الحلقة الاخيرة ادخل فيهم الحلقات بالشكل العادي طبعا الان ما حيبان الغرزة الا بعدين تمام الان ايش اسوي الان ابدأ الدور اللي بعده يعني انا كنت رايحة كده الان حرجع بهاي الطريقة لاحظي طبعا الان خلصنا هذا السطر الاول حنبدأ السطر التاني السطر التاني حرجع بهاي الطريقة اول غرزة او اول حلقة عادي هذي الحلقة الاولى هتدخل عادي الحلقة اللي بعدها هذي بدون ايها يعني الحلقة الاولى والحلقة الاخيرة هذي عادي وين الحركة؟ الحركة اللي احنا هنعملها بس في هذول هاي دحينا انا عندي هذول الحلقتين نلاحظ اجي احط التانية دائما الثانية على الاولى تمام؟ الان هذي ادخل الحلقة هذه وبعدها ادخل اللي بعدها بهاي الطريقة الان عندي هذي الحلقتين اروح التانية على الاولى ابدأ بهذه ادخل اول الحلقة هذي بعدها الحلقة هذي بهاي الطريقة الان لاحظي اهم دحينا هاي الحلقتين اللي حنشتغل عليها بس هذي اول شي التانية على الاولى تمام؟ الان ادخل الحلقة هذي واروح ادخل حلقة تانية ارجو اني يكون واضح حركة ايدي هاي الثانية على الاولى الآن اللي بعدها هذي الحلقات هذي ادخلها هذي ادخلها من تحت وادخل التانية ادي بعدها بس ارتبهم ما اخليهم اه يعني اتخليهم على خط مستقيم يعني اذا اتلوت كذا حاول انك انتي ترتبيها تمام؟ الان هاي التانية على الاولى واجي ادخل هذي الحلقة وبعدها الحلقة اللي بعدها الحركة بس اللي هي بس انك انتي هتعملي حركة الاكس في السطر هذا اللي انت تشتغلي هاي حركة الاكس التانية على الاولى تمام؟ الان ادخل الحلقة هذي وادخل الحلقة اللي بعدها اخر حلقة عادي هدخل الحلقة بدون اي ما اغير ولا شيء طبعا بعد كم سطر هتظهر معاك الغرزة الان السطر التالت السطر التالت الان هنيجي الاكس كنا رايحين من اليمين لليسار الان كنا من اليسار الى اليمين الان من اليمين الى اليسار تمام؟ احاول ارتبهم بحيث اني انا اشوفهم مقابل لي الان اول حلقة هذي اول حلقة صح؟ هتدخل هذي الحلقة على طول اول حلقة اول حلقة واخر حلقة نقول عادي الان لاحظي اهي هذول حلقتين صح؟ التاني على الاول اجي احط هنا حلقة ادخل حلقة وادخل حلقة اللي بعدها تمام؟ واشد دحينا هذي دحينا هذول حلقتين صح؟ التاني على الاول شو بيه لما اقول التاني على الاول فانتي خلاص عارفة هاي ادخل حلقة هنا وادخل حلقة اللي بعدها طبعا انا استمر بهاي الطريقة كل ما مشيتي بالاسطر هتبان عندك الغرزة التاني على الاول ادخل الحلقة هذي على الحلقة اللي بعدها طبعا انا هستمر بهاي الطريقة الى انا اصل الى الطول المناسب طبعا لاحظي هتبان عندك الغرزة بهاي الطريقة تشوفيها على حرف اكس بس كل ما انتي بتطولي بتبان معاك الغرزة طبعا انا بس اطول شوية وحنشوف كيف طريقة الغرزة حنشوف شكلها بعد شوية نلاحظ لما ارتفعنا بالاسطر ظهرت معانا الغرزة اللي عبارة عن زي الزيجزاج نلاحظ اهي شكلها بالعرض وشكلها ايضا بالطول حلوة سواء عملتيها بلون سادة او بعدة الوان الغرزة رائعة بس حاجة لازم تنتبهي لها انه وانتي تشتغلي لازم تنتبهي انه هما كل مرة حيكونوا 14 حلقة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش اتناعش تلاتاش اربعة عشرة لازم كل شوية تعدي بحيث انه ما تلخبطي ابدا طبعا انا خلصت بكرة واحدة وطلع عندي خمسة وستين سانتي الطول دي حينة خلصت البكرة على اخر شيء يعني على الاربعة عشة الحمد للانها خلصت على اخير دي حينة لما افتح البكرة التانية واجي اشتغل الجزء التاني بنفس الطريقة اول شيء افك هادي اللي هي الحلقة الاولى الحلقة الاولى افكها وهذه هتكون بعدين لشوف للتكملة هذي خلاص هتدخل يعني انتي بعدين هتربطيها او انتي تسوي يعني مثلا لو انك مثلا وقفتي في النص انا بعلمك لو وقفتي في النص ايش تسوي تربطيها معا بعض تمام وبعدها هتدخلي اصلا خلاص ربطي بعدين الباقي هذا اللي ربطي خلاص هذا بعدين تدخلي ما بين الغرز انتي بعدين تدخلي ما بين الغرز الان عادي اكمل اللي هي اول وحدة هتكون ايش اسمه عبارة عن حلقة وحدة التانية اللي هي ناخد ايش التانية مع الاولى اللي هي كيف حنشتغل بهاي الطريقة طبعا هذي خلاص هتدخل ما بين انتي بعدين مش بالابرة والخيط وانما ما بين الغرز انتي يدخليها بتكون طبعا انا هكمل البكرة كاملة وحنشوف كم الطول اذا كان بالبكرة التانية او احتاج انه البكرة التالتة طبعا انا انتهيت من السكار واستخدمت ثلاث بكرات ثلاث شلات من اليزا بوفي تمام قلت انا الشلة هي 100 جرام 9 متر اللي عملته السكار عرضه 23 سانتي وطوله كامل مترين الان وصلنا للنهاية واللي بيقي معانا من البكرة التالتة بس هذي خلاص هذي ما حن يعني نستفيد منه حقص يعني انا هذي الاخيرة حقص العراوي علشان ادخله ما بين ما بين الشغل تمام بهذه الطريقة تمام خلاص انا اكتفي وهذا لحن ايش اسوي خلاص انا الاخيرة خلاص هذه احنا خلاص هذه اخر سطر ايش اسوي ادخل وحدة في التانية بهذه الطريقة التانية في الاولى لاحظي اهي صار دحينا هذي خلاص دحينا هذه اللي برا التانية في اللي في يدي تمام كده كده التسكير هذه ادخلها هنا كل وحدة في بعضها خلاص هذه اهي ثابتة التانية هنا ادخلها في هذه خلاص شوي كيف اسكر هذه في هذه شوي كيف تسكر بالاخير بهاي الطريقة اكمل لنهاية السطر تمام علشان اوريكي الان كيف هنغلق بالاخير هذه اللي هي عندي الخيط خلاص آخره لانه انتهينا شفي ممتاز الان هذه الاخيرة ادخل هذا الخيط ادخله في تمام اثبتها بهاي الطريقة انا ثبت صح الان اقلب الشغل طبعا هذا الخلف واجيب قبلة الكروشي ادخل الخيط ما بين العراوي بس بهدوء لاحظي بهدوء بدون ما اشد يعني انا ادخل واخر شي اسحب بايدي لانه لانه عشان ما تتغير معاك الغرز ولا تتخرب ولا تتفك تكون انت هادية وانت تشتغلي تمام ادخله ما بين الغرز بهاي الطريقة وفي النهاية بيكون احنا سوينا احلى سكارف ليه لبنوتك الولدك اذا اخترتي لون اخر لأي احد الهدية تبي تبيعي اهم شي انك انت عرفتي حتى المفتدئة اللي تبغى تبدأ كشغل هذا على فكرة مربح حلو اذا كان الوحدة بتبدأ كتجارة ممتاز ايضا تبغى تتعلم هذه البداية حلوة لكل المفتدئات عشان ترغبي في العمل اليدوي العمل اليدوي راحة نفسية العمل اليدوي بصراحة ما في منه بخليك تشغلي وقتك فيما يفيدك ومنه كمان تسترزقي منه اذا ربي اراد لك انك شو هيك الين الاخير الين ما يخلص الخيط خلص كده انا ضمنت انه ما هيخرج ابدا بهاي الطريقة سوينا احلى سكارف من ثلاث بكرات من اليزا بفي العرض قلت 23 والطول مترين اذا اشترك اشترك في قناتي وما تنسينا من دعائك الخالص في ظهر الغيب والاعجاب والتعليق وشاركي هذه الورشة وهذه المنتج الجميل لأكتر عدد من محبات الكروشين وجزاكم الله خير على حسن استماعكم ترجمة نانسي قنقر